ايهاب جلال يتقال عنه انه والله مدرب كبير ورائع جدا فنيا بس يعيبه انه شخصية مش قوية هدي برضو من المغلطات اللي احنا فدلنا عايشين فيها وبنكررها او بنرددها كل شوية هو لازم المدرب يبقى شخصيته قوية جدا وعنيف ومش عارف ايه عشان خاطر يبقى مدرب كفء ده مش حقيق يا جماعة ده مش حقيق وفيه مدرب تاني بشخصية محترمة بشخصية مهزبة بشخصية هادئة يكسب كل اللعيبة ويخلي اللعيبة تلعبله وتسمع كلامه كويس من غير ما يزع ويشتم ويشتم الجدي كلها فعب جلال كان من النوعية دي هتقول اصل الزمالك واصل منتخم بص زمالك ولو تفتكر الزروف اللي كان فيها الزمالك والتفاصيل الادارية وا وا فدي التجربة اللي ما عداش بيها الكابت الاعاب جلال بنجاها وما تقوليش تجربة منتخمص عشان راجل ما نحقش يتنفس حتى في منتخمص ما نحقش يكمل كوباية الشاي بتاعته فهيبدل ايهاب جلال مدرب كبير وعظيم رحل خلاص بس هنفضل في سيرته دائما وابدا سيرة فنية نجاحة سيرة اخلاقية رائعة سيرة على مستوى علاقاته بالناس كانت ممتازة جدا كانت لايه الناس كلها النهاردة كل الناس بتعزي كابتن اهاب جلال كل الناس بتقول رحمة الله على كابتن اهاب جلال فيش حد يعني بص اكرم توفيق لا اله الا الله الله يرحمك يا كابتن اهاب ويجعل مسواك الجنة ويسبتك عند السؤال يا رب ان لله وانا اليه رجعون والباقي بقى كله نفسك الأمر اياد العسقلاني مدرب او لعب لإسماعيل بس كاتبه بقى قال ان لله وانا اليه رجعون توفي الى رحمة الله الله ابويا وصاحب الفضل علي بعد ربنا سبحانه وتعالى كابتن اهاب جلال انا مش قادر اصدق لغاية دلوقتي والله الراجل ده انا عمري ما هنسى وقفته جنبي الراجل ده ما كانش مدربي بس ده كان اكتر من اب ومساعدته لي بسبب وفضل الراجل ده ظهر حد اه قال ده لزهر حد اسمه اياد العسقلاني الف رحمة ونور عليه يا كابتني ربنا يرحمك ويسكنك في فردوسه الاعلى يا رب العالمين هتوحشني جدا هيوحشني كل حاجة حلوة على الامتهالي حتى بعد ما مشيت من النادي هيوحشني النصائح حكلية وكلامك المستمر معايا اوه ده الحكاية بتاعت اهاب جلال كل الناس كل اللعيبة كل اللعيبة استفادت من اهاب جلال على المستوى الفني طبعا على المستوى الشخص وده اتحاد الكرة ايضا يعز فيه الكابتن اهاب جلال لبعض نادي الاهلي طبعا طبعا كان من اوائل الناس اللي عزت الكابتن اهاب جلال في الكابتن اهاب جلال وعزت النادي الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي ايضا تعزيته اعضى النادي الاسماعيلي والاتحاد السكندري والاسماعيلي بيعلن الحداد على الكابتن اهاب جلال ثلاثة ايام نادي الزمالك ايضا اعلن او عز في وفاة الكابتن اهاب جلال وطبعا الشركة المتحدة للرياضة نعت ايضا الكابتن اهاب جلال ببالغ الحسن والأسى المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه في السيحة جناته نادي المصر أيضا ناعك كابتن إهاب جلال وده محمود حمدي الوينش نجم نادي الزمالك أيضا اسماء كبيرة كل الناس بتحب بص من كل حت وحسين الشحات نجم نادي الأهلي أيضا بص كذب طبعا حسين الشحات تشتغل مع كابتن إهاب جلال قال لك منذ اللحظة الأولى التي تعاملت معه ولم أرى منه إلا كل الخير والحب والدعم والاحترام والأخ والأب والصديق والمدرب شخصية لا تتقرر كثيرا أنا عيب بكل الحزن كابتن إهاب جلال ولكن لا نقول إلا ما يرضى ما يرضي الله إن لله وإن إله رجعون مع السلام يا حبيبي إلا جنة الرحمن أنا لحد الوقت مش مصدق حاسن في حلم ربنا يرحمك يا كابتن إهاب يا رب ده كمان دونجا لعب الزمالك بص من كل فريق ومن كل نادي وكل اتحاد وكل ودي رابطة الأندية المصرية أيضا ناعدت الكابتن إهاب جلال نادي زاد نفس الأمر الجميع بص يعني خليها باشا أزيزه كمان قالك لا حول أركوها تألا بالله البقاء والدوام لله واحد الجميع الجميع زعلان جدا على وفاة الكابتن إهاب جلال رحمة الله عليه طيب